أمرك من عمر الإن مشاهدين وأتمنى مشاركتكم خلال التعليقات على موقعنا على الفيسبوك لأي سؤال واستفسار من ضيوفنا الكامير سأكون معنا الدكتور أنس جديفات وهو بعث في وقاية نباتات المركز الوطني لبحث السرعية أهلا وسهلا فيك وأيضا معنا الدكتور رادي خريس وأنت مختص وصاحب أول مختبر أكيد لهذا الموضوع والفطر دائما السام والغير السام هذا جدا موضوع مهم أهلا وسهلا فيك وشرف أهلا وسهلا فيك وشرف حقيقة موضوع الفطر يعني إحنا بجوزة القرى الأردنية متعودين يشوفوا فطر في أردنه وحن كلنا أولاد ريف لكن كيف نستطيع فعلا دكتور أن نميز بين السام والقابل للأكل تمام بداية عشان نميز الفطريات هي عائلة كبيرة هي مملكة كبيرة من ضمنها عائلة سمع عائلة البازيدية التي يندرج تحتها أنواع الفطر المشروع أنواع الفطر المشروع كثيرة عالميا في أربع أنواع المشهورة عالميا التي هي الأغاركوس الأزراء البيضاء بي عندنا المحار وفي عندنا الفولفيرا وفي عندنا الشيتاكي بالأردن أكثر شي submitted, عليه عندنا المحار والأغاركوس الموجه الأزراء البيضاء هذا الذي يأتي لنا بالبرد؟ لا هذا يزرع بشكل تجاري نحن الآن نتحدث عن الأصناف الصالح للأكل المزروعة بشكل تجاري هناك الأصناف التي تأتي برا um في عندك أنواع صحيح صالحة للأكل وفي عندك أنواع سامة المشكلة أنه بعض الأصناف بعض الأنواع اللي سامة تكون تشبه بدرجة كبيرة الأنواع اللي صالحة للأكل في عندنا علامات مميزة نقدر نستدل منها أنه هذا ممكن يكون سام وبعض الأحيان يكون سام يعني فعليا خلاص أنك تأخذ أنت قرار نهاية هذا سام الآن أول نقطة يكون ثمرة الفطر هي عبارة عن قبعة وساق وقاعدة الآن نحن نطلع على هذه النقاط بالأساس إذا كان الساق لونه غامق أو أسود نبتعد عنه هذا سام إذا كان لون الثمرة كاملة لونها غامق بني غامق أسود أو أصفر هاي كمان نبتعد عنها الأكيد أنها سامة بعض الأحيان سير فيه خربطة عنا بالمجتمع المحلي ويأتي كثير صور تشوفها أنه هل هذا سام ولا غير سام طب أنت تبعت لي صورة أنا من فوق ما تبعت لي صورة توضيحية ما جبت لي الثمرة لحتى أقدر أحكم بشكل رسمي أنه هذه سامة ولا غير سامة تبعت لك صورة الصورة هي فعليا ما تقدر تشوفها بشكل كامل صحيح صحيح فما تقدر تحكم الأفضل أنك أنت تبتعد عنه أو تشوف الثمرة نفسه عشان تقدر تحكم كمان الأشياء الأسفل القبعة فيه زي الخياشيم هي خياشيم فعليا صح إذا كان لونها أبيض كمان هي دليل على أنه هي سامة القبعة من الأعلى إذا كان شكلها اسفنجي كما هي دليل على أنها سامة أوكي بعض الأحيان تتطلع على الثمرة لما تكتفها تشملها ريحة سيئة الآن لعشاشة بعد أنك تكتور هتسام أو لا؟ هذا فطر المحار هذا صالح للأكل هذا صالح الأكل مية بالمية مية بالمية هذا هذا الشكل هذا تجاري أم لا يكون بري؟ هذا تجاري وهو أساسا بري بس استزرع وصار الآن ينتشر بشكل هلأ كل اللي عنا هنا مش سام أقريبا هنا ننتقل لعلوم الفطر نرى دكتور رائد دكتور رائد يعني وأنت خبير علوم الفطر يعني بالبداية نعرف عن الفطر البري ومعلم كثير من الناس نرى حقولنا بقرانا الأردنية فيها تقول لك هل فطر سام أو مش سام يعني ما عندنا اليوم الدراية الكاملة بهذا الموضوع كيف ممكن أميز دكتور رائد بهذا الشيء؟ هلأ سيدي زي ما حكى زميلي الدكتور أنس موضوع أنه أميز سام أو غير سام بيعتمد على كثير من العوامل من العوامل اللي حكاها كمان بالإضافة لمرات إحنا منضطر أنه ناخذ مقطع عرضي في الفطر ونشوف عملية الأكسدة تبعوه تقسموها يعني بيكون بعض الأنواع بتكون مرات متشابهة جدا لبعض ماشي؟ أنه الفطر هذا يؤكل وهذا الفطر سام ولكن بيختلف في موضوع الأكسدة أنت لو تقطعه في المنتصف بيصير فيه تغيير للون أو ممكن مادة حليبية تنزل منه أو يصير فيه الوصفرار أو أكسدة أو بكل سام طبعا أكيد أكيد هلأ نصيحتنا إحنا للناس بشكل عام إحنا قاعدين ننتج فطر وفي عندنا مزارع مزارع منتشرة حول المملكة مش بس يعني في منطقة معينة ويمكن بإنتاج تجاري آآ بإنتاج تجاري يعني إحنا يمكن لأنه إحنا بالشمال يمكن أغلب المزارع موجودة في مناطق الشمال لأنه هي قريبة علينا وقريبة عن المختبر اللي إحنا ننتج فيه الأبواق فبالتالي أكبر كم من المزارع هو في إقليم الشمال فالنصيحة اللي إحنا موجهها للمشاهدين وللناس وللعالم بأنه ما يستهلك الفطر البري إلا إذا كان متأكد منه مية بالمئة هون كي بده يتأكد دكتور يعني كي بده تعرف أنا كمواطن مش علميا عملية التأكد كمواطن صعبة 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 أنت لازم تكون خبير ولازم ترجع في السلالة إلى الأصل تبعها لحتى تقدر أنت تحدد السلالة صحيحة وتعرف هذه هل السلالة صالحة للأكل أو لا الفطر عالم كبير ومتنوع ومش بس عندنا الفطريات التي تؤكل عندنا فطريات حتى نستخدمها كمكملات علاجية أنا جبت عينة منها هذه حابين نشوف إحنا وإياكم ونحكي للمشاهدين يعني الفطر هذا اللي على جذع الشجرة هذا إحدى الفطريات اللي يستخدم كمكملات علاجية شو اسمه هذا هذا اسمه القانديرميا نوسيدم الاسم العلمي له اللي هو الفطر الريشي آه بسمع فيه كتير والله أنه علاج لأمراض كتير نعم صحيح هو مكمل علاجي ممكن يستهلك الواحد بشكل آمن ولكن طبعا بكميات محدودة يعني أي شيء بيزيد عن حده دائما بينقل بضده صح فلازم تكون كميات مدروسة احنا بلشنا حاليا في الأردن نزرع تقريبا ثلاث أنواع علاجية ناخد منهم مستقلصات نعطيهم لشركات الأدوية بينزلوهم كمكملات علاجية حاليا في الأسواق لأن السوق هذا كبير في الأردن نعم نعم احنا ما مخدين منه حصة لغاية اللحظة هاي ولا واحد في المئة نعم انا شايفيتو كمان هيك مقدرينو انتو حطينو هاي يعني هون كله بنزرع بهاي الطريقات طبعا ستتينو هذا الفطر يعني أول شي سعره غالي عالميا جدا غالي يعني يمكن بتعرفين المكملات الغذية 30 كبسولة يمكن سعرها 45 أو 55 دينار نعم وما فيهاش يعني أجزاء من الغرام ما فيها غير أجزاء من الغرام لأنه لما عم بيأخذوا الشركات اللي بره ما عم بيأخذوا كل الثمرة عم بيأخذوا الثمرة وعم بيطلعوها كأبواق بالأكياس سيئة يعني في عندك هذا الكيس حسن ما سمحت من فضلك اخذ رحتك لأننا نحبين تعرف على تفاصيل خليني بس أخذ هلأ هذا الكيس اللي هي مرحلة النهائية اللي احنا جسمه هارا نعطيها للمزارع ممكن نجزرعها هاتو فطر ريشي لا هاتو الفطر المحاري كمان بس كل أنواع الفطر لازم تحمل أبواق تبعها هي الطبقة البيضة هذه لازم تحمل على نوع من أنواع الحبوب يعني كل نوعية بتفضل نوعية من أنواع الحبوب معينة المرحلة الأولى بتكون هذه هي الأبواق عمر شeddifiers هذه هي الأبواق مزرع الأم مثلا هذا المراحل هاي المرحلة الأولى هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة الأبواق هذه الأبواق اللي هي أبواق خلينا نحكي بشكل عام بيسموها الأبواغ والأسفورات خلينا نحكي بشكل عام زي النبات هي بتعادل البذور هذه هي البذور تبع الفطر فتتلقح بأول مرحلة بمرتبانات زي هيك ومن ثم بنقاسمها من هذه المرتبانات إلى كميات أكبر وهذه الكميات تروح للمزارع للزراعة لحتى أنه ينتج بالضبط طبعا المراحل هذه يعني علمية أنت عم تاخد زرعة عم تاخد جزء معين من سبور أو حبة سبور واحدة عم بتنميها على البيتري ديش أو المادة المغضية تبعها وبعدين بتقاسمها بترد بتاخذ نوعية معينة من الميسيليوم لأنه في نوعيتين هنا الشكل النهائي هذا المخرج النهائي هذا المخرج النهائي هذا المخرج النهائي هذا هو المخرج النهائي تقاوي هاي البذور هذه التقاوي البذور أو الأبواغ التي هي صالحة لها سمح لي أن أنتقل للدكتور أنس دائما نحن نقول في دور كبير على وزارة الزراعة والآن المركز الوطني البحث الزراعية يعني بكافة المجالات الزراعية تهديدا بعض النصائح للمزارعين وأيضا المواطنين دوركم اليوم كمركز وطن البحث الزراعي في وعي المواطن أو تثقيف المواطنين بأنواع الفطر السام أو الغير السام وبعض الدورات التي قلن نحكي للمزارعين جميل حاليا نحن بالمركز الوطني في عنا نفس المركز وفي المراكز المحافظة والمحطات هناك نعقد دورات لتدريب على زراعة الفطر على زراعة أنواع الفطر الصالح للأكل نحن نقول الآن. الآن الان يحدث أن عندنا ورشة عمل كتدريب على زراعة الفطر نعرف المزاق الحضور، أنواع الفطر الصالح للأكل. نعطيهم أنواع غير صالح للأكل. نحن نقول عن خطر السموم الموجودة بالفطر البري وخاصة الفطر السام. وهذه معلومة أن السموم الموجودة داخل الفطر صعب أنك تتخلص منها عن طريق الطهي أو التعليب أو التخليل أو أي طريق صعب تتخلص منها يعني مو سهل أنك أنت تستهلك فطر سام ويصير مش سام تطبخه وأنه تتخلص من السموم لا تطبخه سام سام كل مراحله نفس درجة السمية والمشكلة أنه هاي السموم تدرج عندك الأعراض من غثيان وقي إلى ممكن تصل لحالات الوفاة فالموضوع مو سهل أنك أنت تستهلك فطر سام فهي كل هاي النصائح والإرشادات إحنا خلال ورشات العمل خلال الدورات التدريبية التي نعملها بالمركز الوطني نوعي كل الحضور بهذا الشيء بالإضافة أنه خلال الدورات التي نعملها إحنا نقدم لهم تقاوي كعينة يبدأ فيها مشروعه كنوالة مشروع منتج مصدر للدخل إليه نحكي له دائما أنت بلش بكمية بسيطة عساس أنك تتعلم ما تتفادى الخسائر الكبيرة شوية شوية لحد ما تتمكن موضوعك تقدر أن تتكبر وتقدر كمان تدرس حالة السوق أنه أنت قادر على التسويق وإلا غير قادر على التسويق وهاي كمان مشكلة عندنا في الأردن أنه ثقافة الاستهلاك للفطر ضعيفة يعني الفائدة الغذائية للفطر فائدة جمة جدا يعني هو من بالإضافة لأنه هو يعتبر بديل للحم بروتين بروتين ينظم مستويات السكر في دراسات تحكي أنه هو ينظم مستويات السكر لأن السكريات في شبه معدومة نظم السكوليسترول يساعد على تفقر معالجة حالة تفقر الدم بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية ممتازة من فيتامين دال فيتامين بي 12 كلها هاي مفيدة للصحة نعم نحن جاتنا نروح نعمل بيتزا نعم بعض العناصر الصغرى أنا حافظهم طبعا لا نحطم على هذا هو دكتور أنا سألني وكأني رحت للنتيجة يعني إحنا بقراءنا على عاتقنا من لمخ وبازة وزعتر وكل هالأشياء ما عنا ثقافة أصلا إحنا في القراء أنه الواحد يجني فطر ما عوريش نعمل أنه فيه ناس بروحوا بلقطوا فطر أصلا لأنه فيه ثقافة قديمة أنه الفطر سام لكن وكأني بوصل لنتيجة أنه الفطر إذا بدكم تكونوا ضامنين إما معلب أو المتواجد في الأسواق لأنه أعتقد فيه رقابة كافية من وزارة الصحة وكأنه يعني نقول أنه لا تاكلوا فطر إلا من هذه المصادر إلى أي مدى أنا الصح أو خطأ بالضبط بالضبط إحنا من فضل هيك لأنه عملية زي ما حكينا عملية أنه أنا أجزم بأن هذا الفطر سام أو غير سام صعبة ومش سهلة وممكن يصير فيها خربطة يعني بعلامة صغيرة معينة تعمل معاك مشاكل صحيح وزي ما حكينا موضوع الفطر ممكن تتراوح الأعراض تبعه من الغيث والقيق والإسهال أو الغثيان لغاية وقف الأعضاء الحيوية في الجسم لغاية وقف الأعضاء الحيوية للجسم فهو مش موضوع سهل من الأخطاء الشاعر للناس كمان بتغلط فيها منه استهلك الفطر أنه بروح مثلا بشوف فطر إذا مستهلك منه مثلا حيوان معين أو شيء ماكل منه قطعة بيقولك هذا خلص بما أنه حيوان ماكل منه فهو أدرة بأنه هذا الفطر صالح للأكل ولكن في بعض الحليوانات عندها مناعة من السمية لهذا الفطر وإنت ما عندك مناعة فهي المعلومة كمان خاطئة وغير صحيحة في كثير معلومات خاطئة من الدولها زي معلومة أنه لازم برق وراعد حتى يطلع الفطر في البرية هاي يعني كمان لو إنها صحيحة إحنا ما بنقدر نستزرع الفطر هي لها تفسير علمي برق والراعد كان أقوله كل ما بتبرو الدنيا بيكون طلعت فطرة في الأرض جميل هي البرق فعليا خيوط الميسيليوم اللذائع 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 التي ترونها سواء داخل التقاوى أو داخل الأطباق هي موجودة بالأرض فعليا وقاعدها تتغذى على المواد العضوية التي موجودة في الأرض كبيئة فيها موجودة الآن الفطر في مرحلة من المراحل هو يكون نموه خضري أنه ينتشر بشكل خضري اللذي هو النمو الأبيض هذا فلازم يصل له مرحلة تحفيز لحتى يبدأ يعطيك إثمار الآن البرق كظاهرة طبيعية تحفز عامل محفز عامل محفز للإثمار بالإضافة لنطوبة تفسيرها كفطر المحار أو فطر الأغاريكوس فطرة النمو الخضري لازم تكون نسبة ثاني أكسيدا كربون شوية مرتفعة داخل الغرفة تمام هو مش نبات هو زينة يتنفس يأخذ أكسجين وطلع ثاني أكسيدا كربون الفطر الفطر ليس نبات هذه النقطة أساسية الآن لحتى أنت واحدة الطرق لحتى تحفز الفطر على أنه يبلش يعطيك ثمار لازم ترفع نسبة الأكسجين وتقل نسبة ثانية أكسيدا كربون زي ما نعرف المكونات الهواء الجوي اللي نحن نتنفسه هي 78% نيتروجين 21% أكسجين و1% غازات أخرى تمام نزول البرق يثبت نسبة من النيتروجين الجوي تساعد على وعندما ارتفعت شوية نسبة الأكسجين ومن نفس الوقت صارت البيئة فالفطر صارت خصبة أكثر فهونا أنت تحفز على أنه يعطيك ثمار فتلاحظي بعد البرق بسبوعين بلش صار في عنا ثمار نحن آه هي ثقافة نحن والله وقتنا خلص لكن أنا بدي أسأل سؤال سريع هل الذي بلمس الفطر السام لازم يخسل إيده أو لا ليس بالضرورة أنه يتسمم به هلأ المفروض أنه يخسل إيده حتى لا يضع إيده في ثمه نحن ينتقل السم حتى من الملابخ من المادة السمية وهي كرسالة أخيرة ننصح أنه لا تستهلك الفطر البري البري بشكل نهائيا إذا لم تكن تواثق 100% إذا لم تكن لديك مصدر علمي صحيح سوء مليان نشكركم جزيلا شكرا نشكرك دكتور رائد خريس أيضا شكرا لتوجدك معنا وأيضا دكتور أمس اجتفات أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك لعبكم ألف عافية شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة